طبعاً يفضل اللغة دايماً موجود حول النادي الأهل وعايز أقول لكم على حاجة الناس على السوشيال ميديا ما تزعلش دايماً البطل أو دايماً الملك صاحب الصدارة والمركز الأول بيكون هو المرسود من كل الجهات سواء أندية منافسة، سواء إعلام محايد أو حتى موضوعي أو إعلام حتى ممكن يكون تابع لأندية أخر لأن أنت دايماً في الصدارة، أنت دايماً رقم واحد فدايماً أنت بتبقى الاسبوت كله عليك دايماً كده الصمرة أو الشجرة المسمرة لأن دايماً أنت على طول ناجح، دايماً ماشي بشكل كويس فعلى طول هتلاقي الناس بصالك، ليه؟ عايزي بقى زيك مش بصص لنفسه عشان ينجح إزاي، لا دايماً عايزي بقى زيك فمش هيعرف يشتغل طول مهباصص لك لكن النادي الأهلي واخد خط واحد إنه بيشتغل عشان دايماً يفضل رقم واحد عشان كده عمر ما تسمع من قناة الأهلي أو من إعلام الأهلي أو من النادي الأهلي إشاعة تجاه نادي آخر عمرك ما تسمع نقد ضد رئيس نادي أو أي نادي آخر ليه؟ لأنه عندنا تراك واحد بنشتغل عليه بنشتغل لمصلحة النادي الأهلي وبنشتغل عشان دايماً نكون في المركز الأول عشان كده السوشيال ميديا الناس ما تزعلش طول ما أنت كبير هتلاقي دايماً الصغار بيفكروا فيك وبيبصوا عليك ترجمة نانسي قنقر